السلام عليكم ورحبا بكم بقناة مطبخ قاما نرحب بكم كامل نقول مرحبا بكم عندي في القناة وانتمنى ان شاء الله كامل لكم ليح اليوم جيدكم فيديو جديد حضرت لكم الكاتة بتاع المقارون بطريقة سهلة ومكونات بسط نتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو الاخر وضغم انتبوش لكم مش نخليكم على هذا الفيديو نبدأ وعلى بركة الله ونقولوا بإسم الله هنا في قدرة عيوة زيت زيتون زيت زيتا عادي نحن نخلي في الول خليت القدرة تسخن باش نضفت هذيك اليدام خليته يسخن وغابة حبب بصلة مع ثلث سنت ع الثوم نخلي هذيك البصل والثوم يتقلى اللي مليح حتى نشوف هذيك البصل تعيداد كمية لحم مفروم نضع الكريم نضيف ثوابل نضيف ثوابل نضيف ثوابل نضيف ثوابل نضيف ثوابل نضيف ثوابل نضيف ملح نضيف ملح نضيف الماء نضيف خمسة دقائق بعد ما يدخل الطياب لحما زرودية نضيف المقارن بعد ما خليت اضفت خمسمية غرام المقارون و المقارن كوكي نضيف مغرفة كبيرة لكي يكون المقارن لا يكون مفركة نضيف مغرفة اضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نغضي على الجرز و نضيف المقارن لذلك أنك ترى مقارن لا تدخلهم هذه الشيء أرض الحلودي وضيف بعض الوقت ألمضي قمنا بإستخدام المرر كامل مع المكارين بتختار الفرينام يجب أن تحمس الفارينات مليح وضعت نصر إلى ثلاثة الحليب وضعت غرفة كبيرة جملة أبيض وضفت الملح والفلفل والجسط الطيب يجب بنينة يجب أن تحمس الفارينات مع الزبدة يجب أن تحمس الفارينات أستطيع أن تحمس الفارينات المقارون وضعت المقارون ونقوم بسيطة المقارون ونضيف لصوص الفارينات العمل وضعت مرح نضيف الفرومج نضيف الفرومج نضيف الفرومج نضيف الفرومج نضيف الفرومج نضيف الفرومج نقسم نضيف التورو نضيف المشأن نضيف الكطب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته